أنا عايزة أعرف ترتيبك وسط إخواتك الكام أنا الأول الأول كبير وبعديك كام حد؟ وبعديها ثلاثة تمام أنا أكبر واحد ممكن تكلمني عن دور البيت مامتك وباباك وإخواتك في مواجهة التنمر يعني البيت كان بيعالج اللي بيحصل في الشارع زي إلا أنت لما تطلع وإنت صغير بتغير طبعاً من اللي أنت بتشوفه البيت كان دوره إيه؟ مامتك تقول لي ما تزعلش ويعني ربنا هو اللي كذب لك كده وإنت ليك أحسن كده كلام يعني الأمهات والكلام ده كانوا تقول لي كده وأنا فعلاً ما بقيتش يهمنيه كلام الناس كلام الناس ده أخر تفكير لأن الكلام الناس ولا هيقدم ولا هيأخذ لا ده أنت عملت حاجة تانية ده أنت قررت بدل ما تهرب من التنمر قررت أن أنت تتواجد بفيديوهات على السوشيال ميديا وبقى عندك ملايين المتابعين إيه اللي خليك تقرر بدل ما تهرب تهاجم أو تتواجد أنا في بداية كورونا كان طبعاً النوادي أفلت وكان كل حاجة أفلت طبعاً فبعدها أنا كنت يعني إيه مش لقى حاجة عملها كنت بروح النادي قبل الكورونا والكلام ده كنت بعمل أي حاجة يعني بروح النادي ألعب أضيع وقت يعني فبعدها لما كورونا جات والنوادي قفلت قررت بقى لأنا يعني أعمل فيديوهات على السوشيال ميديا إيه نوعية الفيديوهات اللي أنت كنت بتعملها؟ أنا بعمل مثلا إيه إزاي مثلا بتعمل في حياتي الناس كتير بتقولي في الكومنتات مثلا إزاي مثلا إيه بتمسك القلم وبتكتب إزاي مثلا إيه بتلبس نفسك إزاي مثلا بتعمل كده؟ يعني نقدر نقول أن أنت عملت فيديوهات بتفهم الناس أن أنت قادر تتعايش بشكل طبيعي طبعاً طبعاً كان بيجيب مليوني مشاهدات وكان ناس عجبها كمان كده وكان متفاعلين معايا طيب نسبة التنمر أول ما ابتديت كانت قد إيه؟ وبعدين نسبة التفاعل بقت قد إيه؟ لا كانت كتير جداً يعني في البداية ما كانت شوفها حد يعني بيحبيني والكلام ده دلوقتي كل الناس بتحبيني وكل ما ما مشي في الشارع يعني إيه بتصاره معايا والكلام ده وبيقولي إنت اللي بتعمل فيديوهات على النت الكلام ده وخلي بالك أنت بطل بطل الجمهورية خمس سنين ده لسه هنجلها طيب لما النوادي قفلت والبطولات وقفت والرياضة وقفت أنت قررت تطلع الطاقة اللي جواك على سوشيال ميديا ما خفتش؟ ما ترددتش؟ لا أخف من إيه؟ يعني فيش حاجة تقول كلام الناس ده ولا يفرق معايا بأي حاجة يعني اللي عنده كلمة وعشة يخليها النفس يعني طيب